وفي حال قررت نيسان نقل نشاطاتها إلى خارج بريطانيا من المرجح أن تكون الواجهة التالية هي مدينة فالانسيا الأسبانية التي تشهد بالفعل تصنيع سيارة رينو كاتجار إيش كاتجار هذه؟ كاتجار اسمها كاتجار؟ كاتجار سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أودنا أن أرحب بجميع المتابعين في قناة سعودي أوتو ستكون هذه الحلقة هي الأولى من برنامجنا الجديد على الطاولة مع بك ورازها وحقوم بمشاركتكم لهم أخبار وحداث السيارات التي تجري في العالم وخاصة في المملكة العربية السعودية وحستخدم خبرتي الشخصية البسيطة في هذا المجال لوضع كل شيء على الطاولة زي ما يقولون جميع الأخبار التي ستناقشها ستجدوها على الروابط التي أسفل الشاشة وبدون إطالة عليكم دعونا نبدأ حلقتنا الأولى معكم أعطيكم نبذة بسيطة جدا عن رئيس شركة كادلك اللي هو يوهان دينيشن عشان تفهموا خلفيات هذه الزيارة المهمة اللي سارت عندنا في جدا أول شيء عين يوهان دينيشن رئيس لكادلك ونائب تنفيذي لرئيس شركة جنر الموترز في شهر يوليو 2014 وتولى دينيشن مسؤولية جميع جوانب علامة كادلك على المستوى العالمي من ضمنها المبيعات والأسعار وتطوير الشبكات والتطوير الستراتيجي للعلامة التجارية والتسويق والتخطيط للمنتجات فضلا عن تقديم المعطيات والأراء المحورية في عملية هندسة وتصميم السيارات ونتائج الأعمال الإجمالية وقف يا أستاذ ايش معنى الكلام هذا معنى الكلام هذا الرجال هذا الأول والأخير في شركة كادلك يعتبر من إنشاء نقاط التوزيع وإلى تصميم وتصنيع السيارات يعني السيارات اللي حنشوفها في المستقبل جاية من خيارات من مستر دينيشن طبعا انضم دينيشن اللي عمره 55 عام من العمر إلى شركة جنرل موترز قادمة من شركة من إنفينيتي أنا بقول كاميرا عشان في واحد بكل شوي بحط بصباعه حشان من الشيء أرجع تاني طبعا زي ما كنت بقول لكم إنه جابوا من شركة فين شركة إنفينيتي للسيارات كان هناك رئيس للشركة منذ يوليو 2012 وأشرف ذلك المنصب على جميع وظائف الأعمال في وحدة أعمال إنفينيتي ضمن شركة نيسان موترز المحدودة من ضمنها إدارة العمليات الدولية لإنفينيتي وضمانة تطوير المنصق لعلامة إنفينيتي ودفع نموها حول العالم وقبل إنفينيتي عمل دينيشن رئيس لأودي أمريكا ضمن مجموعة فوكسفاجن أمريكا من ديسمبر 2004 حيث كان مسؤول عن أعمال الشركة في الولايات المتحدة وكان دينيشن عضو في المجلس التنفيذي لمجموعة فوكسفاجن أمريكا طبعا أنا قلت لكم كل الكلام هذا ليش وفي زيادة كمان دينيشن انضم إلى أودي أمريكا بعد العديد من المهام الدولية الناجحة مع أودي من ضمنها رئاسة أودي اليابان بين إبريل 1999 وديسمبر 2004 وخلال تلك الفترة أشرف على التطوير والمميز لأعمال أودي مؤسسا شبكة حصرية من وكالاء أودي إضافة لعادة تنظيم مجموعة الترازل ومن 1993 إلى 1999 عمل وشغل دينيشن مدير عام لشركة أودي جنوب أفريقيا وقبل كده شغل العديد من المناصب الإدارية في قطاع السيارات وصناعة قطع البلاستيك السيارات وفي الخدمة الحكومية دينيشن يحمل شهادة ماجستير إدارة الأعمال في التسويق والتمويل من جامعة بتروديا وشهادة البكاليوريس في التجارة والاقتصاد من جامعة نيلسون مندلا متروبوليتان يوهن دينيشن من عشاق الدرجات النارية والسيارات الرياضية طبعا قلت لكم الكلام هذا كله ليش؟ عشان أثبت وأقول لكم أن الرجال هذا جدا جدا كواليفايد أنه يدير اتجاه شركة كدلك المستقبلية بعد تولي منصب رئيس شركة انفينيتي أصبح ثاني رجل في نيسان رئيس شركة أودي في أمريكا استقال من وظيفته في أقل من سنتين ليصبح رئيس شركة كدلك العالمية موزعين وكلاء كدلك في أمريكا وحول العالم طلبوا من جنال موترز تعيين قادة للماركة لتطوير الماركة بحيث تكون الأجيال القادمة بمستوى المنافسين في السيارات الفاخرة يعني وقف عندك يا أستاذ وقف عندك يا أستاذ يعني وكلاء موزعين جنال موترز حول العالم وفي أمريكا طلبوا من جنال موترز قلوا لهم انفزنف جيبوا لنا رئيس شركة يصنعنا وطلعنا سيارات بالعرب الفصيحة المجبرح دي بنبيعها ونقدر نشوف إيش سوى جوهان أو يوهان في خلال الفترة اللي قضاها مع انفينيتي وتقدر تخمن في أي اتجاه كدلك متجها أول شي نقل مقرر الشركة من اليابان إلى هونغ كونغ إيش سوى يوهان نقل الشركة من ديترويت لنيويورك هو يحب النقل كتير صحيح من يعرف ليه وتغيير كامل لخط الإنتاج وتغيير مسمى السيارات وأصبحت معتمدة على الحرف ثم إيقاف تطوير المحرك اللي هو ذو الثمانية استوانات الثمانية سيلندر السعودية وخذنا إجمالي مبيعات السيارات في عام 2015 عشان بس نكون السوق حلفي إجمال المبيعات كانت تروح ما بين 850 ألف إلى 975 ألف سيارة وحزم مبيعات السيارة الفاخرة في السعودية 3% من إجمال المبيعات يعني نحن أقل من مين من الإمارات لذا كدلك بتشوف سوق السيارات الفاخرة في السعودية له مستقبل واعد جدا من أي سوق في الخليج إذا قدمت الخدمات المناسبة والسيارات المناسبة وانتشار وتوسع مراكز الماركة كدلك في المملكة كلها ستكون نتائج واعدة وإيجابية في حين أن استراتيجية كدلك الجديدة ستتشن لا يقل عن سبع سيارات جديدة في فئات مختلفة لعام 2021 معتمدة على سيارات ذات تكنولوجيا حديثة مستهدفة الشباب بفكر مختلف نرجع لسؤالنا هو سبب زيارة السيد يوهان دي نيشن للمملكة العربية السعودية وخاصة مدينة جدا باختصار شركة الجمح للسيارات في شهر فبراير من هذا العام 2016 فازت بأورد أو جائزة أفضل وكيل وأكبر مبيعا على مستوى الشرق الأوسط أو اعتبروها كديلر أو موزع في أمكان العالم إذا ما كان على مستوى الخليج أو مستوى الشرق الأوسط وفي ذاك الوقت أنا أعتبرو من ذكاء وحنكة الشيخ إبراهيم الجمح قام ودعا وأرسل دعوة للسيد يوهان دي نيشن أنه يزور المملكة العربية السعودية وخاصة جدا ويحضر اللي هو وضع الحجر الأساس لأول معرض اللي هو مواكب لفكره أو الفيجن الجديد تبعه هو وبالفعل الرد كان إيجابي وعلى هذا الأساس حضر أنا أعتبر الزيارة يوهان دي نيشن للسعودية هي زيارة مهمة جدا لأنه في المستقبل في خلال النقاشات اللي حددور ما بينهم أو ما بينه أو ما بين شركة الجميع وما بين شركة كادلك المصنعة وينتقدوا أو الكنتروبيوشن أو اللي حيضفوه على السيارات حتكون أذاني صاغية جدا من الإدارة العليا وخاصة يوهان دي نيشن لأنه عرفوه وفهموه بالعادات والتقاليد والسيارات اللي هي مهمة جدا والوضع جاء البلد شافه حتكون بالنسباله التصور واستقبال المعلومة أسرع منه هو بيسمع انتقادات أو بيسمع سجستن أو اقتراحات من مكان ما تزاره قبل كده وهذا دهاء وذكاء من الشيخ إبراهيم الجميح أنه عرف كيف يجيبه بحيث أنه حطوا مع بعض الخطة المستقبلية لانتشار كادلك عندنا في المنطقة طبعا المعرض هذا معرض مستثمر في عشرات الملايين من الدولارات ومهم جدا وحيكون معرض من المعارض فحتنتشر المعارض هذه بالفكر الجديد عندنا في المنطقة يعتبر لو أرجعكم أنا شوية إلى الثمانينات والتسعينات زي ما كان مركز لكسس سابقا في جدة اللي اللي بيحضر له الآن هي فكرة وكونسب جديدة اللي نسميها اللي سموهم إيش الفكر الجديد اللي هو دير جريتلي اللي هو فكرة التقدم بعظمة بحيث أنهم يخلوا الخدمات وبيوفروا مركز لكادلك متميز جدا ما عمر توفر عندنا في المنطقة ابتداء بالسعودية المملكة العربية السعودية وفي مدينة الجد هذه خطوة أنا أعتبرها خطوة مهمة جدا وأعتبر أن هذا استثمار قوي جدا من شركة كادلك تجاوبها وحضورها وتفاعلها مع المعطيات والمتغيرات عندنا في المنطقة وحقيقة واحدة من الأشياء أنه الفيجن تبع شركة الكادلك و2030 في أشياء كثيرة جدا متقاربة مع بعضها فلذلك يعتبر الزيارة هذه مهمة جدا واستغلوها شركة الجميح بطريقة إيجابية لمصلحتهم وكذلك لمصلحت كادلك كماركا عندنا في البلد وهذا هو وجهة نظري أنا في هذا الموضوع وطبعا نيجي لنهاية هذه الحلقة طبعا لكل بداية نهاية وهذه نهاية حلقتنا مع أنه شباب يقولوا يطولت طولت طولت شوية أنا صراحة أتقدم بالشكر لجميع لكل بداية نهاية وهذا يوصلنا إلى نهاية هذه الحلقة حتى لو كان الشباب اللي حاوليني بيقولوا يطولت أنا شوية لكن أتقدم بالشكر الخاص لجميع متابعينا من إصدار العدد الأول من مجلة سعودي أوتو عام 1991 إلى الآن وصلنا إلى موقع يوتيوب كل هذا ما يمكن ممكن لو لا دعمكم لنا من البداية وحتى اليوم هذا الدعم أعطانا حافز كبير للتطور من أجل تزويدكم بأحدث وأفضل الأخبار في عالم السيارات كما سنقوم بالتفاعل معكم عبر العديد من الطرق والأفكار الجديدة مرة أخرى أشكركم شكر جزيل جدا على متابعتكم وأرجو أن تقولوا لنا أخبار أراعكم حول هذا البرنامج ونقوم إن شاء الله بمتابعة تعليقاتكم وانطبعاتكم بأننا سنقوم بتصوير مزيد من الحلقات هذه إذا حازت على أعجابكم لا تنسوا مشاهدة الروابط المرفقة لمعرفة المزيد من التفاصيل والصور عن الأخبار اللي قمنا بمناقشتها نتمنى لكم رؤياتكم في الحلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة